بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنحاول نتكلم عملي شوية احنا في البداية ليه بنعوز نتكلم على الـ AI في حالات الهندسكوبية احنا عندنا حالات كتيرة ماليجننسي الكنسر استومك يعتبر اشهر كوز للكنسر اللي بيموت العينين لو انا قدرت اكتشف الكنسر ده مبكرا ممكن انقذ العينين دول نحاول نشوف ازاي الـ AI هيفيدنا في اللي احنا نكتشف الكنسر مبكرا في المناظير المختلفة اللي موجودة عندنا هنبدأ بمنظار القولون ده اول واحد مشهور طبعا من حالات الاورام القولون اللي الدكاترة قابلين اشتغر عليها دكتورة راندا ودكتورة ريهام ودكتورة عدينا بالنسبة للتستات المختلفة انه هو يعتبر من الكوز رقم اثنين في الدس في المن والكوز رقم ثلاثة في الدس في الومن لو انا قدرت اكتشفه بدري هقدر ان انا نقذ العينين دول كيف اكتشفه بدري انا مش عايز اكتشف العيان وهو جيالي في الورم في المرحلة الأخيرة اللي احنا شايفرنا السورة رقم ثلاثة عجم انا رايز اكتشفه قبل ما الورم ده يكبر من المنظر ده مش اللي في المص اللي قابليها اللي هي اللحمية الصغيرة دي لو انا قدرت اجيب اللحمية الصغيرة دي واكتشفها في المنظر وشيلها اما كده انقصت بعياني طب الايه هيفيدني ايه لو انا اقدر اكتشفها طبعا الجلد استاندرد في تشخيص الحالات دي هو منظر القولون منظر القولون هو عبارة عن كاميرا محطوط على خرطون صغير بيدخل من فتحة الشرب يقدر يصور من خلال العدسة دي القولون كله زي ما احنا هنشوف دلوقتي ده الفكرة كل المناظير احنا اتكلم عنها دي كلهم توفير عندنا اللحمية الصغيرة دي لو انا قدرت اكتشفها بدري ممكن ان انا بالمنظر اعالجها وديميزة عن التسك ان انا رح شايلها وقصصها كده انا انقصت العياني طب ليه ايه هيفيدني في ايه؟ تعالوا هنشوف المنظر ده هل انت تقدر تشوف اللحمية موجودة هين؟ حد شايفها؟ مش باينة ده استخدام اللي ايه هيقدر يحددها لك هي فين؟ لانه انت ممكن هي تبقى صغيرة بالدرجة ان هي اتعدى عليك وما تشوفهاش فكمان مش واحدة بس ده في واحدة تانية اهي قدام هيكبر بالمنظر ويجيب عليها نعم لابقول لعشان كلهم مش موجودين عندنا وكلهم جايوا من مواقع الجنوبية فاستخدام الAI في حالات الكورونسكوبي يبدأ برقم واحد هو ان انا اقدر اعمل وده اللي احنا هنسميه الكاد اللي هو الكمبيوتر ايلف لان فيه مسترح تاني هيجي بعد كده زي ما احنا شايفين ادي منظر المنظر واحنا شغالين لو انت قادر تشوف اللحمية دي هتنقص العيان لو هي مثل منك وقلت العيان ان انت معندكش حاجه هيجيلك بعد كده بورم كبير وتقدرش تتعلم لو انا قدرتك تشوفها بدري وانا كده انقصت العيانين ممكن ما تكونش واحدة تكون اكتر من واحدة سهل ان يبقى مثل سهل ان انت من التعب والارهاق وشغل حالات كتيرة والحاجات دي صغيرة جدا ان انت تقدر تعمل لها ما حمش مندور على الحاجات الكبيرة السهلة همتحول ندتكت عشان تقدر تشيلها بدري وما تستناش ان الرعين يجيلك بتيومر كبير يبقى ده مصطلح هل اليها يتوقف عند الدتكشن؟ لا البوليبز دي انواع مختلفة اللي هي اللحميات الصغيرة في منها حاجات التهابات دي ممكن استغنى عنها مش لازم اشيلها في حاجات تاني دي اورام لو انا سبتها ده هيكبر البورة في حاجات تاني هي عبارة عن يعني التيومر مش هيقلب مالجنسي بعد كده هل اليها يقدر يفرق الحاجات دي من بعض؟ او ده دخل في الجزء تاني اسمه الكمبيوتر ايدد دياغنوزيس هو يقدر يقول لك الكلاسيفيكيشن بتاعت البوليب اللي انت شايفها دي تقع تحت انهي كاتيجوري زي مثلا المنظر ده هيقول لك البوليب دي بالنسبة لبعض الكلاسيفيكيشن زي الموجود عندنا انتو عادل مثلا الكلاسيفيكيشن الفلاني والفلاني وده اقرب ان هو يكون ورم عشان كده تفكر ان انت تشيله فيه حاجة اكتر من كده ان هو كمان بيحدد لك الصيز وعلى اساس الوان مختلفة يقدر يقول لك ان ده موستلي هيقلب باللون الاصفر لو انت شايف واخدر ده موستلي هيطلع بناين يعني ممكن ان ان انت استغنى عنه ده شيله ورمي لكن ده شيله وحلله فالنقطة دي دخلت في ان هو يقدر كمان يحدد الثرابي يعني يقول لك هتمشي ازاي في خطة العلاج ودي الكاتيجور الثالث الهو الكمبيوتر ايد الثرابي فيه حاجات تاني يقدر يعملها ان هو يقول لك هل المنظار اللي انت اشتغلته ده كان كويس ولا لأ لأن المنظار القولون بتقابدنا فيه بعض العقبات ان المريض ما يكونش متحضر كويس فهو بيجي يحسب لك التحضير بتاع العيان هل لسه فيه فضلات باقية موجودة يقدر يقول لك ان العيان ده تحضيره اقرب الى كذا في الجزء ده يقدر يقول لك كمان سرعتك في سحبة المنظار لو انت سحبت المنظار ده بسرعة هيديك مؤشر ناحية الاحمر خلي بالك انت كده ممكن تفقد ليجا لو انت سحبت بالراحة وبدأت تبص جزء جزء هيديلك مؤشر ان انت ماشي في المعدل الكويس للسحب عشان يقدر يحسن من ادائك ان انت تدور على اللحميات الصغيرة دي وتشخص الاورام البدري اكثر من كده ممكن الجزء ده انت شفت بويس الجزء ده عدى منك بعد شوية يعمل لك شكل سلاسي الابعاد ويوريك فين الجزء اللي كان بلايند عندك وانت ما شفتوش زي المنظر ده يعني الجزء ده بالكامل ما تفحص وانت طالع اكثر من كده ممكن يقدر يعمل لك ودي يعني حاجة زيادة وانهو يعمل لك اناليسيز اللي انت شايفه ويعمل لك حاجة دي هل هو ده مفيد بالنسبة لنا؟ طبعا مفيد هيحسن معاك الادينوما ان انت تقدر تكتشف اللحميات دي بالنسبة للدكاترة اللي شغالين مناظين هيحسن الاداء في المستشفى هيخلي العيان ده ما يحتاجش انه يعمل عملية انت تشيله القولون بعد كده ما يجيله كبارا ان انت يطع تديره عليك كماوي لو انا اكتشبته بادري مش محتاج ان انا اعمل كل ده يحسن حياة العيان بده ما يطلع بعملية كبيرة يعملها بمظهره يعني يطبق اموره احسن هيحسن من اداء هو لا يتوقف استخدامه في منظر القولون على كده بس عشان الوقت مش هنقدر نحكي كل حاجة لكن فيه حاجات تاني زي الاتهبات القولون والقولون التقروحي وازاي يقدر ان احنا نستخدمها في الدزيزس المختلفة في القولون ننتقل لجزء تاني وهو الدزيزس بتاعت الجسترو الجستروسكوبي اللي هي المعدة والمريء كلام اللي ازاي كده بمنظر المعدة هو ازاي يقدر يفيدنا في الحاجات في منظر المعدة رقم واحد هنبدأ بالدزيزس اللي موجودة في المريء هنختار واحد بس من كل واحد عشان مفيش وقت نحكي في كل حاجة اشهر حاجة في المريء عندنا اللي هو البرتوسوفلوس الناس اللي عندها زي ارتجاع مزمن اكتر من ثمان سنين او عشر سنين عرضة ان بعد كده ممكن يقلب بوران طب انا لما يجي داخل بالمنظر هشوف المنظر اللي قدامي طب انهي فيهم ده ممكن يكون ده تقرح ممكن يكون ده في وران انهي فيهم اللي مشاكتك هل الAI هيقدر يفيدني؟ احنا بنعمل اي طايل في الوضع العادي في الوضع العادي انت بتطار تستخدم صبغات مختلفة معظم الصبغات دي للاسف مش متوفرة في مصر صعب ان انت تدخلها لان ما فيش موفقات عليها لكن برا هم بيستخدموها لو انا قدرت ادخل الAI بيقدر هو يشوف انهي جزء في المريء اللي انا متوقع ان هو ده المست بروبابلي ان فيه بداية وراه هو بيقدر يعمل لك ما بنجل كل الامج الموجود يعمل سكرين يعمل مسح حد انت طالع هيجيلك كل ده بارد لكن الجزء ده اللي هو بدأ يحدده هو ده اللي ممكن يقلب بورنا هيفدأ يديلك باشعارات معينة بشكل الليجن يعني هيعملك في الاخر اللي هو متعلم بالاصفر ده هو ده اللي انت تاخد منه البيوبسي هو يخليك حتى تارجيت لما تاخد عينة متخدش من اي حتة خد من الحتة دي هي اللي في الاغلب هتطلع لك التشخيص ده فيما يخص البرد نقطة تاني برضه في استخدام الاي اي في منظار المعدة اني بيحددلك انت فحصت ايه الاناتوميكالكلاسفيكيشن خلي بالك فيه اجزاء عندنا في المنظار تبقى بلاين يعني ممكن انت الجزء ده سهل تعديه ما تشوفوش فهو بيقدر يقولك انت فحصت كل الاجزاء وانا فيه اجزاء انت سبتها النقطة التالتة يقدر يشخص لنا بعض الامراض واحنا شغالين احنا متكلم على تشخيص يعني مش استني اخد عينا وبعادها واستنى تقرير بعد اربع ايام ممكن وانا شغال يقوله هل ممكن يقوله ان فيه جرسمة المعدة وانا شغال ادي منظر منظار وهو شغال يقدر يعمل فريز ويعمل يقوله المعدة دي سليمة ما فيهاش حاجة ده ده منظر منظر تاني وهو شغال بيبص على الليلان بيعمل فريز يشغل الجهاز يقوله يقوله ده فيه 95% انه ده فيه مستدز ايه ايه ده مثلا عيان خد علاج فهو بيجي يقولك اه ده كان فيه يعني هو ده خد علاج وخف ومفيش انفكشن حاليا يبقى ليه ايه يقدر يحددلي هل العيان ده مش انفكتد اصلا ولا هو انفكتد دلوقتي ولا اخد علاج ده بوسط لا يتوقف الاستخدام عنده هنا وده المهم بقى بالنسبة لنا هو بيقدر يعمل بالعكس ممكن يفرقلك من الالتهاب لو جينا نتكلم على اللحميات اللي هي موجودة في المعدة بشكل عام بجيه اقول مثلا هشغل القيوية عشان يعمل لي وانا شغاله وهو شغال كده بيبص هيلاقي ان فيه جزء مثلا فيه ليجن او احنا بنقول فيه زي القرحة هو ديافر يروح معلم له عليها بيقول له خلي بالك ده تيومر بيعلم علي الجزء ده التيومر مش لازم يكون حاجة لا ممكن يكون حاجة حاجة يعني هو شايفها مرتفعة شوية عن سطح المعدة العاجة هيقدر يعمل لها ويقول لك الاجزاء اللي هي موجودة بعض الاحيان لو فيه تيومر صغير خلص انت ممكن تكون مش شايفه بعينك زي مثلا الليجن ده ممكن سهل جدا يعد على الواحد هو بيعلم له عليه ده فيه ليجن هنا حتى لو انت جيت تاخد عينة خد من الجزء ده هو احسن جزء يديلك نتيجة يبدا بالنسبة للإستومك لما قارنه الدكاترة اللي هما شغالين مناظير وبيشوفوا الليجنز المختلفة فيه تفاوت بين كل واحد وتاني لو واحد ده بيتعلم يبقى مستوى تحت لو واحد نص نص مستوى اعلى لكن ال اي 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 طلع اعلى من من كل الناس اللي هما شغالين فيش غير واحد بس دكتور ايه فيه محمد طهر تفاوض قدرات هل هل احنا متوقفين عند لا في جزء تاني خاص بالكلاسيفيكيشن ان هو يقدر يقول زي ما دكتور مصطفى شرح يقولك اللي انت شايفه ده يعني ان يطلع كام في المية ان ده تيومر هو بيشغل الجهاز يجيب الليجن يقوله والله ده فوق التمانين في المية ده هيطلع أدنى الكارسينوم ده وراء خمسة وسبعين في المية ستين في المية طب لو الليجن ده مش ورم يعني هو اللي شايفه ده مش قادر يحدد ان ده في الاغلب طالع قرحة هيروح يقوله والله الليجن ده ألصر مثلا زي الجزء ده هو بيقوله ده نطقة تيومر يعني هو مش هيقوله ده تيومر هيقوله إن ده مش تيومر هو بيدور هل ده تيومر ولا مش تيومر يس أو نو وبروبيلتي وخلاص ده المختلفة اللي قدر منهم يحددوا إن هو ده تيومر حطوا فوق اللي قدر إن هو يقولك مش تيومر سواء قرحة أو ما هي حاجات تاني مختلفة حطوا من تحت بالإضافة طبعا هو يعمل لك سيرفس ماركينج يقولك الليجن ده السيز بتاعه كيم حتى لو جيت تشيل بعد كده شيل كل الكزء ده عشان السيفتي مارجن إن ما يحصل الشركة رانسي بعد كده ناخد ناخد أنا أه هجيبهم هجيبهم بآخر مالضفة ما هو ده فيه برنامج بيجمع الثلاثة مع بعض الارتوفيش الانتليجنس في المنظار الثالث معنا النهاردة اللي هو مناظير القنوات المرارية هل ممكن نستخدم الارتوفيش الانتليجنس في القنوات المرارية في أبحاث كتيرة في الموضوع ده تبدأ بشكل البابلة اللي احنا بندخل فيها عشان نعمل لها يقدر يحدد لك مكانها طب أنا مكانها بالنسبة لي سهل لكن هو يقدر يقول لك مين فيهم اللي ديفيكلت كانيوريشن يعني يقول لك في الأغلب ان ده ديفيكلت ان ممكن ما تقدرش يتعد منها يحتاج حد اكسبرت أو تحتاج أن نظر بروسيدور فيه جزء مهم خالص ان المنظار القنوات المرارية ده بيشمل حاجتين يشمل جزء منظار وجزء الثاني أشعة فهو بيجي يقول لك ازاي نحافظ على كم من راديشن اللي انت هتتعرض لها ان النقطة اللي انت بتركز عليها في الفحص هو بياخد النقطة دي ويركز عليها في الأشعة ويخلي الجزء الباقي يقلل سواء اللي هيتعرض له العيال او اللي هيتعرض له الدكتور الجزء الثاني برضو اللي خاص بالـ ERCB انه هو بدأ دلوقتي دي البيبر دي لسه جديدة بتتكلم على ان يقدر يشخص لك اللي دي ان انت شايفه دورهم ولا مش وراء لكن الفيديو بتاحها لسه مش قابل نيجي للمنظار الرابع اللي هو منظار الموجات فوق الصوتية ده عبارة عن بروب صنار متركب على المنظار من قدام بيدخل من المعدة ويقدر يفحص بالصنار الاجزاء اللي موجودة في البط في أبحاث كتيرة بتقول ان يقدر يحدد لك اللي جن يعني لسهن زي الحالة دي يقول لك ان ده وراء او يقول لك ان اللي جن ده هيطلع هارد يعني مصط البروب بلي ان يكون ده تيومر او يعمل لك تارجت للبيوبسي اللي انت هتاخدها يقول لك والله يخد من الجزء ده هو المصط بربوب بلي هارد بارد اللي هيتطلع لك نتيجة بعد كده اللي ابحاث في الجزء ده يعني شغلة حتى في التفرقة بين الالتهابات وبين الاورام لكن مفيش حاجة اقول بروب بحد البدا المنظر الاخير معانا اللي هو الكابسول اندوسكوبي فيه منظر صغير عبر عن كابسولة بتحطوا فيها كاميرا بيبلحها المريض بتصور كل الجهاز الهضمي الموجود من اول المريض والمعدة والامعاء والقولون طب هستفيد ازاي في الارتفيشال انتليجانسي هو الكاميرا دي بتاخد من سلطين لعشر صور في الثانية الواحدة وبتصور بزاوية مية وسبعين درجة على الغالب تصور كل الحاجات اللي احنا تكلمنا عنها ومتخيل ان هو بيقعد اتناشر ساعة يصور لو فيه دكتور قاعد عشان يقعد يفحص كل الصور دي هتلعره خمسمائة الف صورة عشان يقعد يفحصها محتاج ايام عشان في الاخر يوصل للتشخيص طب هل المريض هيقعد يستنى كل الايام دي عشان اقدر انا اوصل للتشخيص من صورة واحدة من دور وسهل جدا ان تبقى نزد هنا يأتي دور الارتفيشال انتليجانس هو علي ان يفحص لك كل الصور اللي جات لك بداية انت بتعرفها رو قبل كده ده شكل فرحة ده شكل نزيف ده شكل كذا وفي الاخر يجمع لك من كل الصور دي مين المهم الخمسة ستة المهمين اللي انت محتاج تفحصهم في دقائق هيقول لك والله انا عمدت لك سكرين ادي الصور اللي موجودة ادي اللي ينزل عندنا ده في الاغلب هيدي لك كمان تشخيص هيساعد هيقول لك ده في الاغلب ده في الاغلب لحمية ده في الاغلب القرحة ده مكان النزيف اللي انت بتدور عليه ده مكان التهاب تقدر توصل لتشخيص وقت قليل احنا فين حاليا لا احنا مش هنا هو السهم كمفروض ينزل تحت بس احنا بدأنا نشتغل شوية السهم تلع فوق في حاجات حاليا معظم الناس شغال شركات كبيرة شغال عليها دول مختلفة وفيه اجهزة نزلت من سنتين وبدأت الاجهزة دي متاحة ان الناس تجيبها بتشتغل به ده متاح حاليا ده معظم الشركات والأبروفة اللي خدتهم فوجي ولمبس بنتكس كله شغال على الديتكشن رقم واحد الديجنوزيس او يحط على قلب الديفرينشيال ده رقم اثنين ايه اللي احنا نقدر نعمله احنا الديتة متاحة تبتون بصطفة معاكوا مهندسة علياء مهندسة شايماء مهندسة مرسة دي داتة مستشفى الراكحي مش معمولة طبع شخص يعني ما فيه شخص هيجي يقول دي داتة بتاعتك ده شغل المناظير احنا بنسجل لنا في حدود سنتين او سنة ونص معانا يعني آلاف الصور معانا فوق الخمسين جيجا هاردة مالا بنظهر على هاردة تاني الصور كلها متاحة الديتة موجودة نقدر عندنا مختلفة كلها موجودة عندنا مفيش حاجة يعني تختلف عن اللي برد احنا عندنا محدش يشتغل عليها ده بعض الامثلة للحاجات اللي احنا ممكن نطبقها الديتة موجودة الصور موجودة الموجود مش عايزين غير او نبدأ فاحنا بنقول ان خلاص الارتفيشيال انتليجنس موجود معانا حاليا نقدر نعمل حاجات تعمل بتاعتكشن وسنسيتيفتي بتاعتها عالية والسبسيفيستي عالية لو احنا مواكبناش العصر وبدأنا نمشي مع الناس دي زي ما دكاترا لفاضل رابلينا قالوا مش هتتلغي بس خلاص هتلاقي نفسك بايت مستبعد ناس هتدور على حد غيرك معانا مهندس باسم يعني مدير شركة أسلوب سابقا وهلس ستم حاليا شركة هلس ستم حاليا يعني من اكبر الشركات الموجودة تقدر بمليون جنيه تقريبا قيمة المالية بتاعتها وليحنا مش بالنقوة والله مهندس باسم عامل كان تسجيل هاي كواليتي ايميج في الداتا اناليسيز كل حاجة ف يعني عايزين بس نبدأ شكرا 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 سلام عليكم انا بشكر الدكتور محمد عبدالغاني والدكتور ربوان انا ساعدت من الحضرات بتاعتكم جدا لكل الحضرات السابقة you are promising وفعلا نقصد لكسو يعني انا ليا كومنت بس بس بسيط لدخل الحراجات اللي حضرتك قلتها في الدايجنوسي والبروغنوسي وكلام هو for assessment of the three needs لحضرتك تقولي ده في الـ AI هيقولي ده دخل انت ده فخص برقويس انت ده الحتة تلو فخصهاش قويس فده the method for assessment of the endoscopist وده يديه فرصة يصفح نفسه ويراجع نفسه ويشترع أفضر عشان يصبح شكرا 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 هو فعلا زي بحر قلت هو في جزء خاص بالـ AI في الترينيج سواء الـ assessment سواء الـ detection assessment حتى للـ procedure المختلفة في منظر الفورون مشروف خلص موضوع الـ الـ هو يقدر يقوله انت فين وازايك فوق بس بس احنا عشان لوقت مش هيسا نتكلم على عم يعني نحاول يعني طبعا انا لو نستغلناش القاعدة دي المسابل بقى في خطر في خطر احنا يعني الفرصة عملتها بترعيدي دي فنمس تمور كده وخاص لا احنا عايزين مداري بردات سلطة بردات عمل خطة العمل تشمل في الآد فنحنا فقسمنا نحدد الحاجات في الامراض اللي عندنا او في الـ اللي محتاجين ديها الـ الـ واحد الانتنين ثلاث اربع 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 ماشي دي النقطة الاولية النقطة التانية اللي لازل يبقى عندنا حدد الخط انترست انا بسميكو او سنعت بين الـ 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 الانتنين الانتنين وبين القسم مثلا زي السيادة او الـ الـ وهم انتلسك بالقسم النمرة ثلاثة بنبدأ هنشتغل عن مستوى الامراض اللي نحن نشوفها وهنشتغل عن مستوى الالحاد وبنحدد برضو تلات اربع ارحاد يقدر ماس تشتغل فيها من السميرين اه رسائع اه 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 بالضبط اه اه طبعا العكس ممكن ممكن هو الاوقع الاوقع اللي يفع القسم عندنا ناس انتلسك بالاقليل يعني بالاقليل منحدد المواضيع وبنبدأ نشتغل مفروض نعمل اتماع تاني مسلا مع الجماعة في الالح اللي نشوف ايه اللي ان احنا عملا يعني كان احنا من دلوقتي تابع ده لأك عانيني نمشي صعب لو هنديوش صاحب بخلص المحاضر دي القصة والمحاضر في القصة والسناعة وندور على الموجات كمير ده ده الخريطة الخريطة اللي احنا عدميش عليها اللي كنا في عالم على الناحية القصة دي وبعدين احنا لو ما عملناش كسا احنا قوم اخرين لنعلم كله شكاية القصة دي دو فدي فرصة الدكتور عايدة حضرتنا على الهد بالطريق حيضينا يبدأ مشتغل لماذا بشير والشار عايدة حيضة حول عزيزة 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 تامي عزيزة عزيزة لتناحس انت داد صحي و بوجود في آي اه في اقا زيزة مجال يخد علي اقد محضرت إن فانه قمك بس جيد مع رابي التكثر مع بعض إن كانا مو بديجير كل يجور التجير المقفوض إن و يحسن أكله بشكل عدد عددت الجوانب الإيجابية في جوانب سربيا إحنا أمعرض نفسه عرسابينا المسال مثلا في نفس الفيديو كان فيه الجوانب و ليه آي بومدوتيك الأدينومة مسبد تيومر وهو حتى فوضة دي يرجع كزا مرة بيقولك ان هو مقدش يعمل ديكشة لديومك هو عمل ديكشة للحاجة اللي هو متعرف عليها هو بدور على اللحمية قبل ما تبقى وراء لكن لما بقي وراء هم مقدش يشوفوا فالموضوع فعلا فيه فلس بوصة فريزلت بعض مثلا المريد المستاني كويس اللي فيه اكرة المعدة بعض الحاجات اللي زي كنا فيه فلس بوصة فريزلت فعلا فهو مش هيستغنى عن الدكتور ومحتاج حد كمان يقيم المقطة التانية احنا عندنا ميزة ممكن نشتغل عليها اكتر من دوقت زي 11-12 احنا عندنا فيه داتا موجودة في المستشفى الكلينيكا دي بعض اللي محاس حاليا بدأ الترفض الكلينيكا بان هو شايفه بالامل لما بيحط الانين على بعض هيعمل بلدان الجديد هيبقى يعني اعلى بكتير من اللي احنا موجود حاليا مش بس بنيقول ديكشة لده هيقول مثلا ما عطى حاليا بان انا عنده عينية نسبة قدامه قليلة فالاغلب دات يوم ان شاء الله ام اصبح سؤال مهاشات كنفس األت محمد الشور الطوان على العرض التقيم الجميل سألت بلت في داتا متوفره مشpielات متشف هل دي بتصانت انها تقضى ريمد ولا لا مدرد رو امجز اللي وجامل الانتسكوب كل فيديو مع الريبورت بتاعه ااا بيش فيديو تنرمت بس اهل الريبورت ببان فيه مسلا فيه صورة او فريم بانيت هنا دي ومكتوب الوصف اللي تشكل يعني مكتوب مسلا ان الفيديو ده بتاع المريض عنده وره في المعدة ان الفيديو ده المريض عنده يعني مكتوب التفاصيل ان مثلا فيه دوالي في المريض دوالي دي الدرجة بتاعتنا كزا بس متعلم اه متعلمة مش كل الصور حدا بنعلم اربعة بس من الصور مش بنعلم في الفيديو كله بس ده فيه كمية عالو كده الي بتاع المريض اه هي بتاع المريض اه مفيش عالفين اه 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 مفيش اه مطل مطل مفيش المترجم للترجم 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 للقناة المترجم للترجم 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 للقناة المترجم للترجم 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 للترج إنه أخصار ممكن هو يحاول إعملها في ردكشن طبعاً بنشكر جداً الدكتور محمد وأنا بضعك أسطل لي لموضوع البردكشن مهمة هاو إن إحنا مش هنستانى لا إتنا اللي إيه توصل للمنك على الأخيرة مع التطور الإيوتي بتاع الإنبايومنت وبلا إن كمكي عندنا سمارت دي بايس دلوقتي فإحنا منتجين نستغل الهدد دي حكتر إن إحنا نعمل البردكشن حكتر للموضوع الضيب شكراً للمشاهدة